رداً على التقارير التي تتحدث عن استعدادات الاحتلال التركي لشن هجوم ضد مناطق شمال وشرق سوريا دعت واشنطن جميع الأطراف إلى الحفاظ على مناطق وقف إطلاق النار وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لقناة الحرة الأمريكية إنه من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار وتحترمها لتعزيز الاستقرار في سوريا كما طالب المسؤول الأمريكي جميع الأطراف في الأزمة السورية إلى العمل باتجاه حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ 2011 مشدداً على أن التصعيد ليس في مصلحة أحد وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي أكد التزام قصد باتفاقية خفض التصعيد وقال لقناة الحرة إنه من الضروري اتخاذ إجراءات دولية رادعة لمنع الاحتلال التركي من خرق التفاهمات ولفت شامي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات التحالف الدولي التزمت بكل نصوص الاتفاقية لكن أنقرة لم تفعل ويوم الاثنين الماضي قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري أن واشنطن لا يمكن أن تتخلى عن شركتها مع قصد كما استبعد تماما أن يكون رئيس النظام التركي راجب أردوغان قد حصل على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في قمة دول مجموعة العشرين بروما وفي تشرين الأول أكتوبر 2019 توصلت الولايات المتحدة وروسيا كلا على حدة مع النظام التركي إلى اتفاقيتين لوقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا لكن أنقرة استمرت بخرق الهدنة منذ ذلك الوقت وحتى الآن